موسيقى نبدأ جولتنا مع صحيفة الوسط البحرينية التي عنونت جامعة نيو كاسل تطور يدا صناعية يمكنها الرؤية طور فريق من المهدسين الطبيين من جامعة نيو كاسل في بريطانيا يدا صناعية بمهارة جديدة لا تصدق وهي القدرة على الرؤية حيث تم تجهيز اليد الالكترونية بكاميرا يمكنها التقاط صور فورية للكائنات التي أمامها وتقييم شكلها وحجمها كما يمكنها تأدية مجموعة من الحركات في اليد والوصول إلى الأشياء بشكل تلقائي دون تفكير أما صحيفة الغد الأردنية فقد عنونت عدد البكتيريا في السيارة أضعاف عددها بالمرحاض كشفت دراسة فرنسية أن السيارة عشر حقيقي للجراثيم وذلك من خلال ملاحظة 1200 سيارة ووجدت أن عدد البكتيريا فيها يفوق بعشر مرات تلك الموجودة على فتحة المرحاض وأشارت الدراسة إلى أن تعرض السيارة للحرارة والرطوبة ورأى ارتفاع معدلات الجراثيم فيها وهما عاملان مهمان في تكاتر الفطريات والبكتيريا أما صحيفة البيان الإماراتية فقد عنونت الضحك لدقيقتين يعادل الجري لعشرين دقيقة توصل علماء إلى أن الضحك حتى ولو كان مصطنعا يترك أثرا إيجابيا على أجسامنا وأوضح العلماء أن أثناء الضحك يدخل الهواء بقوة إلى الرئتين وهو ما يعمل على تزويد خلايا الجسم بكميات أكبر من الأكسجين وبالتالي تخفيف الضغط والتوتر ما يتسبب في زيادة عدد الخلايا المناعية في الدم ويرى باحثون أن الضحك لدقيقتين يعادل في فائدته الجري لعشرين دقيقة أما صحيفة الإمارات اليوم فقد عنونت ماراثون أوفى صديق للإنسان لأجل الخير شاركت مئات الكلاب ذات الأشكال والألوان المختلفة في سباق خيري مع أصحابها بمنتزه في العاصمة التايلندية بانكوك ويعد ماراثون الكلاب هذا هو الأول من نوعه في تايلند إذ يتسنى بموجبه لأوفى صديق للإنسان المشاركة في عمل خيري يفيد البشر وأخيرا صحيفة القدس العربي التي عنونت روبوت جديد يقوم بمهمة التفتيش للتأكد من سلامة الجسور ابتكر فريق من الباحثين بجامعة نيفادا الأمريكية روبوتا جديد يمكنه إجراء عملية تفتيش منتظمة لتأكد من سلامة الجسور بشكل أرخص وأكثر دقة لتفادي حدوط الكوارث وتم اختبار الروبوت الجديد على أربعة جسورا في نيفادا ونيوهامشير ومين ومونتانا شكرا